موسيقى نبدأ الجولة مع صحيفة الصباح العراقية وفيها نطالع مطالب بمشاركة المرأة في صنع القرار طالبت الوساط المشاركة في احتفاليات مجلس النواب بمناسبة يوم المرأة العالمي بمنحها دورا أكبر في الحكومة والبرلمان وفي مجالات الحياة المختلفة في حين شددت على أهمية إشراكها في حكومة التكنقراط المرتقبة نائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد ثمن دور المرأة والمشهود في الكفاح وتحملها تربية الأولاد ومشاركتها في الحركات التحريرية عبر التاريخ وحيا صبرها الكبير للمآسي التي تعرضت لها نتيجة الحروب وقال الشيخ محمد في كلمته بالاحتفالية كل التقدير والثناء للمرأة لأنها وقفت مع الأسرة والمبادئ السامية والقيم العليا للإنسانية ونقبل اليوم أيدي الأمهات وكلنا اتزاز بهن مبينا أن للمرأة دورا كبيرا في النضال ولم تثني العمليات الإرهابية عزمها وصمودها ولها دور مشهود بتحمل أصعب الظروف لمجابهة الظلم والطغيان ومنها إلى صحيفة المدى لنقرأ الأمم المتحدة 51% من النازحين نساء وهناك أكثر من مليون أرملة في العراق أعلنت بعتة الأمم المتحدة في العراق ينامي أن النساء يشكل نسبة 51% من عدد النازحين في العراق وفيما أشارت إلى وجود مليون وستمائة ألف أرملة طالبت رابطة للدفاع عن المرأة العراقية بالاعتراف بدورها كشريك أساس بعملية بناء الأمن والسلام والإصراع بإقرار قانون العنف الأسري وهو ما أشارت إليه مثلة الأمم المتحدة في العراق لشؤون المرأة هبا قصص خلال احتفالية مجلس النواب بمناسبة يوم المرأة العالمي ومن أعمدة المدى إلى التآخي وجاء فيها وزيرة الصحة والبيئة تشيد بالمشاركة العراقية الناجحة في المؤتمر العالمي للطب العدلي التقت وزيرة الصحة والبيئة عديل أحمود مدير عام دائرة الطب العدلي العراقي زيد علي عباس وأطلعته على تفاصيل المشاركة في المؤتمر السنوي العالمي للطب العدلي الذي احتضنت وقائعه ولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ستين دولة أو دولة بينها العراق ونجح الوفد العراقي في الحصول على عضوية اللجنة المشرفة وعضوية لجنة تقييم البحوث وهو ما يحصل لأول مرة في تاريخ المؤتمر أما صحيفة المشرق فقد أوردت 193 فنانا في مهرجان بغداد مدينة الإبداع ونطالع تحت هذا العنوان افتتح وزير الثقافة والسياح والأثار في رياد رامندوزي مهرجان بغداد مدينة للإبداع الذي أقامته دائرة الفنون التشكيلية بالتعاون مع المركز العالمي للفنون التشكيلية على قاعة كولبينكيان والذي يستمر خمسة أيام ويشارك في المهرجان 193 فنانا تشكيليا منهم 24 فنانا عربيا وقال وزير الثقافة والسياح والأثار في رياد رامندوزي إنه تم التنسيق بين دائرة الفنون التشكيلية وبين المركز العالمي من أجل إقامة هذا المهرجان الكبير الذي يجسد عمل الوزارة في إظهار صورة بغداد كمدينة للإبداع الأدبي التي اختيرت ضمن شبكة المدن الإبداعية من قبل منظمة اليونسكو وإلى الصحف العربية حيث تداولت صحيفة القبس الكويتية شقيقان يربحان في اليانصيب باليوم نفسه سجل شقيقان أميركيان اسميهما بين الرابحين في صحوبات اليانصيب في اليوم نفسه لكن أحدهما تحول إليا مليونير بين عشية وضحها في حين عاد الآخر إلى المنزل وهو يحمل سبعة دولارات فقط واكتشف جيمس ستوغلاس من ولاية بنسلفانيا أنه ربح مع اثنين من أصدقائه الجائزة الكبرى في صحوبات اليانصيب التي وصلت إلى 291 مليون دولار وفي الوقت الذي تسلم بوب شيكا بمبلغ سبعة دولارات اقتسم شقيقه الجائزة الكبرى مع باري باتوكوفيتس والمرأة أخرى أما صحيفة الشعب المصرية نشرت دراسة بعنوان الفشر الدراسي والعزلة وأحيانا للانتحار أضرار خطيرة للفيسبوك رغم الفوائد الكثيرة التي قد نجنيها من الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وأمكانية الاستفادة بها في أغلب نواحي حياتنا إلى أو إلا أن الأمر لا يخلو من بعض الأضرار التي نتعرض لها خاصة على صحتنا النفسية وكشف الدراسة البريطانية مؤخرا أن استخدام الفيسبوك وتويتر لمدة ثلاثة ساعات يوميا يسبب الإصابة بالاضطرابات والمشاكل النفسية مثل الاكتئاب والقلق كما أشارت دراسة أشرف عليها باحثون من كلية أوتاوا في كندا إلى أن استخدام فيسبوك لمدة ساعتين يوميا يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب وفرص الإقدام على الانتحار ختام الجولة مع صحيفة العرب اللندنية وفيها نطال زوتوبيا مدينة الحيوانات الفاضلة حطمت أرقام ديزني حقق فيلم زوتوبيا من إنتاج شركة ديزني إرادة جعلته رابع أكبر فيلم يبدأ أرضه في شهر مارس حينما حصل في مطلع الأسبوع على إرادات بلغت 73 مليون و700 ألف دولار وتدور قصة الفيلم الكارتوني ثلاثي الأبعاد حول أرنب ينضم لصفوف الشرطة في مدينة الحيوانات الفاضلة العصرية ويعد الفيلم أكبر نجاح يحققه افتتاح فيلم الكارتوني لديزني مطيحا بفيلم فروزين الذي عرض عام 2012 من على قمة الأفلام وبهذا الخبر ننهي هذه الجولة ونعود وياكم إلى الزميلة أسيل في برنامج صباح سامراء إليك أسيل اشتركوا في القناة